إذن كيف رغب الله سبحانه وتعالى عباده في التوبة؟ المولى عز وجل شوف من رحمة ربنا أن الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم الله شوف الآيات والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميرا عظيمة يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا طيب هو توبتنا دي هتعود بالنفع على ربنا أبدا دربنا ألف الحديث القدسي الجميل اللي إذا رواه مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئة ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئة لكن رحمة ربنا إن هو من أسماء ربنا الودود والودود دي لها معنى جميل أوي الودود اللي بيتودد لعباده وهو الغني عنهم ولله المسأل أعلى تخيل حضرتك كده وإنت ماشي في الشارع فلقيت واحد رجل في منصب وزير ماشي على رجليه في الشارع فلقى رجل بسيط بيكنس الشارع فرح واخده في حضنه وامطبطب عليه وبيسه وقال له أنت أخي وحبيبي محتاج إيه؟ فقال له جزاك الله خير أنا متشكر قوي ده كفايا إن حضرتك سلمت علي قال له إحنا إخوة في الله إيه الفرق بيني وبينك؟ إن أكرمكم عند الله أطقاكم ربما تكوني إنت عند ربنا أحسن مني أؤمرني عايز إيه؟ مش دي هيبقى ليها وقع في نفسك عظيم جدا إن واحد في المنصب ده بيبص الواحد بسيط زي كده؟ مش هيبقى ليها وقع كبير قوي لما تلاقي واحد ضخم جدا وقاوي وماشاء الله وهي الواحد ضعيف وبيقول له أنت أخوي وحبيبي ومقدرش أبدا في يوم الآيام أزعلك لإني أخاف إن أنا أزعلك مع إنه لو حطي إيده عليه خلاص يعني يعني إيه؟ هيخلص عليه لكن مع ذلك بيقول أنا حريص إن أنا مازعلكش بيبقى ليها وقع جميل صح كده؟ فتخيل بأول الله المثل الأعلى ليس كمثل الشيء والسماع الوصيل ربنا سبحانه وتعالى جعل التوبة يا دكتور عم ثلاث أطراف شوف رحمة ربنا لو أنا أزنبت الله سبحانه وتعالى هو اللي يبدأني شوف رحمة ربنا والله العظيم إنه ما بعد التأمل المعنى ده إلا حد جسمه بيأشعر الله فاطر السماوات الأرض أنا أزنبت في حق ربي سبحانه وتعالى فربنا يبدأني يلقي في قلبي حب التوبة فإيبقى دي أول حاجة إن ربنا بيلقى في قلبي حب التوبة فأنا أحب التوبة فأتوب قد الطرف الثاني فيقبل توبتي ده الطرف الثالث طب ربنا وضح في قول المولى عز وجل ثم تاب عليهم لي توبوا الله تاب عليهم أولا هم أزنبوا بإن هم تخلفوا عن غزر التبوك اللي هو كعب بن مارك وصاحباهم فلما تاب عليهم فهما حبوا التوبة فتابوا إلى الله فربنا تبع عليهم يبتلت أطراف للتوبة عشان كده سبحان الله في توبة سيدنا آدم سيدنا آدم ربنا قال له الجنة كلها مباحة إلا شجرة واحدة بتاكلش منها فإبليس زين له الشجرة دي وبعدين وقاسم هما إني لكم أليمنا نصحين أقسم لهم بالله ده وبعدين يا آدم هل أدلوك على شجرة الخلدة وملك اللي يبلغ هي الشجرة دي لو كانت منها تخلت وتاخد ملك اللي يبلغ فأكل منها فبادت لهما سوأتوما إلى آخر الآية فلما آدم عليه السلام أذنب في حق ربنا سبحانه وتعالى وكان من الشجرة اللي ربنا نهاي عنها مع أن الجنة مليانة خير كبير قوي فبيقول لك إيه ربنا سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه الله ربنا تاب عليه وعلموا الكلمات اللي يقولها عشان يتوب شفت خيال شوف المعنى الجميل ده فالعبد يتوب فربنا يلهمه بالتوبة فالعبد يتوب أدي الطرف الثاني فربنا يقبل منه توبته أدي الثلاث أطراف ولذلك ربنا قال كل يا عبادي الذين مش أزنبوا أصرفوا وفيه فرق بين الإنسان يزنب والإنسان يصرف ويقول لك فلان دوت معه فلوس بس مصرف بيصرف كتير قوي ممكن يكون مثلا بيكافيه في الشهر ألفين لأ ده بيصرف 200 ألف ده إنسان مصرف فيه إنسان مصرف بس مش في الفلوس في المعاصي بدل ما يزنب زنبين ثلاثة في اليوم ممكن يزنب ألف زنب في اليوم أو ألفين زنب أو أكتر فده إنسان مصرف فربنا ما بيأسوش من رحمته بيقول له كل يا عبادي عارف حضرتك لما تيجي تخاطب مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطب عبد زنوبه قليلة ويخاطب عبد الثاني زنوبه متوسطة ويخاطب عبد الثالث زنوبه كتيرا فيخاطب أكتر واحد عند زنوب ليه؟ عشان لما يغفل لزنوبه كتير قوي فاللي تحديق ليه؟ الحمد لله إذا كان غفر لده أكيده يغفل لي صح كده؟ فبقى لك كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنته من رحمة الله لا تقنته ما قالش من مغفرة الله نعم خدت بالك من نفسه ما قالش لا تقنته من مغفرة الله لأنه هو المقصود هنا أنا عايز ربنا يغفر لي قالك لا ما أنا لما هغفر لك هغفر لك بسبب أن أنا رحمتك رحمتك من زنوبك فخلتك تتوب برحمتي وقبلت تتوبتك برحمتي شوف المعنى الجميل لا تقنته من رحمة الله إن الله يغفر الظنوبة إيه؟ جميعا طب ليه جميعا؟ الله إزاي جميعا دكتور عمر إزاي كان ربنا ما يغفرش الشرك صح كده؟ نعم إن الله لا يغفر أيوش ركبه ويغفر ما دون داري لم يشاء صح كده؟ وما اللي هنا قال جميعا ليه؟ الله عز وجل ينوع خطاب التوبة لسبب لأن ممكن الشيطان ييجي الإنسان في زنبه معين وإنسان يكون جاهل بالدين فيزنب زنبه معين فالشيطان يقوله ده ملوش توبة أو ييجي واحد جاهل زي الرجل اللي قتل تسعة وتسعين نفسه في بني إسرائيل وبعدين قال لهم يا جماعة هل لي من توبة؟ دلوني على أعلم أهل الأرض فقال له طب حاضر ندور لك والله هنشوف لك حد كده يعني يكون ما شاء الله عالم يعني إيه؟ زي الفول يعني فدلوا على أعبد أهل الأرض والعابد قد يعبد الله على جهل غير العالم ولذلك موت العالم موت العالم أشده على الشيطان من موت ألف عابد يعني الشيطان يتمنى موت العالم أحسن عنده من موت ألف عابد لأن العالم ده يفسد ما يفعله الشيطان طول السنة في خمس دقائق فدلوا على أعبد أهل الأرض فرح له قال له هل لي من توبة؟ قال له ماذا صنعت؟ وده جاهل منه أنا لما واحد يقول لي هل لي من توبة؟ أقول له طبعا لك توبة وأنا ما سألتش عن الزمد ليه؟ لأن أنا على يقين أن الزمد لو كان كبيرة له توبة لو كان صغيرة له توبة لو كان شرك كفر بالله له توبة أه طبعا